تنطلق قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودالهي السبت خلال الفترة من التاسع وحتى العاشر من شهر سبتمبر ألغاري لتكون تتويجا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدر العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية كما سيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قيمة نيودالهي الذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزرية واجتماعات مجموعة العمل المعنية كما تأتي دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين في نيودالهي امتدادا للزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء الهندين ريندرامودي في يوليو الماضي للقاهرة والمباحثات الناجحة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي التي دشنت آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين وتوسيع الشاركة الاستراتيجية لتكون امتدادا للعلاقات التاريخية الراسخة